بقية الأهرام طيب أستاذ محمد حضرتك كرئيس تحرير طبعا عند كنان بتعمله وبتشوف عنوين وبتشوف الطبعة بتاته أول ما بزر مين الطبعة اللي بتجيبها على طول انت بجيلك كل جرائد الصحف بتجيب مين عشان تشوفه وعامل عنوين إيه عشان تقول عادي لا ببص على كل الصحف طبعا من ينافسك في السوق المصري كصحافة قولية مفيش حد بنفس الأهرام في مصري فيش حد بصحفة يعني للأسف يعني المصري اليوم بتنافسكش؟ لا طبعا حدش بنفسنا في السوق المصري ده استنادا لفكرة التوزيع استنادا لأرقام التوزيع أنتم من الأعلى توزيعا حتى الآن؟ الحمد لله أعلى من بعض الصحف القومية زي المصري من كل الصحف المصرية وبمسافة عشرات ومئات الألاف طيب بس ما بتحسش حضرتك أن الصحف المستقلة عملت نقلة وتطور مهني ونوعي في الصحفة المصرية لم تلحق به حتى الآن بصراحة شديدة صحف القومية؟ دي مسائل معيارية يعني محتاجي نعمل معيار يقاس به ويقاس عليه علشان نقدر نحدد لكن بلا بلا أي شك صحفة الصحفة الخاصة عملت نقلة طبعا لا محدش يقدر ينكر ده طبعا عملت نقلة وأفادت الصحفة بل كانت في بعض الأحيان وسيلة ضغط للتطوير للتطوير وسيلة ضغط على خصوصا في أواخر أيام رئيكو بارك عمل ما هيش به الثورة في الصحفة يعني عملت عمل ضغط لدى القطاع كبير خاصة من الشباب في الصحفة القومية هما دول الأمل وهما دول المستقبل اللي حدبان عليهم بصامات اللي حدبان على صحفة قومية بصامات التطوير إن شاء الله في السنوات القريبة القادمة طب يعني أصلا فيه نوع من المنافسة ده أمر طبيعي جدا هل حضرتك مثلا تجيبش الجرايد المستقلة لا كل الجرايد طبعا